موسيقى السلام عليكم أعزائي المشاهدين تدرون أن يتم استخدام تقنية متطورة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية من خلال جهاز رادار ثلاثي الأبعاد تعالوا معايا نشوف كيف تصير يقوم جهاز الرادار الثلاثي الأبعاد بمسح الطبقات الأرضية تحت الطبقة الأسفلتية ويخترق إلى ما يصل إلى أربعة أمتار تحت سطح الأرض هل متخيلين هذه السرعة والكفاعة التي يوفرها هذا الجهاز؟ وعشان نتعرف أكثر على جهاز الرادار الثلاثي الأبعاد التقينا بالمهندس ماجد السعد مهندس ماجد لو تكلمنا أكثر عن هذا الجهاز الجهاز الرادار الثلاثي الأبعاد مرتبط بناس ما تشوف بشاحنة تمشي على سرعة 20 كم في الساعة الهدف من هذا الجهاز أن يجمع أو نأخذ بيانات ونحللها عن التصدعات والتخلقات الموجودة في الطبقة الأرضية المتواجدة تحت الأسفلت فطريقة عمل هذا الجهاز أن نرسل موجات صوتية للطبقات الأرضية ونجمع العكسات لهذه الموجات ونستطيع منها نحلل ونرسم صورة واضحة أو خريطة واضحة عن الطبقات الأرضية الموجودة منها وبهالصورة نقدر نشوف التصدعات وتخلخلات ومنها نقدر نحل مشكلة التصدعات هذه قبل أن تطلع على سطح الشارع أعزائي المشاهدين من خلال هذه التقنية نقدر نختار الحل الأمثل لمعالجة المشكلة بدون حفر أو اختبارات مدمرة للطرق أو حتى بدون إغلاق الطرق على الحركة المرورية وبهالطريقة نحن نوفر وقت وجهد وتكلفة ونعزز استدامة الأصول وسؤالنا لليوم هو ما المقصود بالصيانة الاستباقية؟ ترجمة نانسي قنقر